طاقة إيجابية مع حنانت سوري عالم إتقال في طاقة إيجابية اليوم سنركز على دراسة جديدة هي الأولى من نوعها لقد درس العلاقة ما بين النظام الغدائي والموت المرتبط بالخرف حيث حل العلماء اللي قاموا بهالدراسة الاستبيانات الغدائية وسجلات الوفيات الأكتر من 90 ألف أمريكي على مدى 30 سنة توفي خلالها حوالي 5000 مشارك في الدراسة بسبب الخرف الدراسة اللي استعرضت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية التغذية في بوستون والقات أن محبي زيت الزيتون كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الخرف وطبعا وفقها الدراسة فالناس اللي كتناولوا أكتر من نصف ملعقة طعام يوميا من زيت الزيتون كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الخرف ب28% تعليقا لها الدراسة قالت مستشرة التغذية في مستشفى سانت لويس كوني ديكمان أنه من المعروف أن أحمد أوميغا 3 الدهنية كتوفر فوائد مضادة للالتهابات وزيت الزيتون هو مصدر جيد جدا لهذا الأحمد وأضفت أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يقدر يقلل من خطر الإصابة بين النوبات القلبية والسكتة الدماغية وربما عن طريق المساعدة في تحسين ضغط الدم والكوليستيرول ووظيفة الأوعية الدموية وقالت هذا المستشرة التغذية بأنه كل ما هو مفيد للقلب فهو مفيد أيضا للدماغ هو صحة القلب والأوعية الدموية تحد من خطر الإصابة بالخرف والخرف طبعا كيشمل مجموعة من الحالات اللي كتأدي إلى ضعفة في التفكير أو الداكرة هاتشي اللي كيأثر على الأنشطة اليومية للأشخاص وكيف ما كنعرفو جميع مرض الزهايمر يعد أكثر أشكال خرف شيوعا وكيصيب حوالي ستاديا المليون أمريكي خلاصة الدراسة أنه هاتدراسة نصحت الناس اللي بغين يحافظوا على داكرة ديالهم ويخفضوا من فرص موتهم بالخرف يتناولوا زيت زيتون